بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وفي آية أخرى قال سبحانه وتعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرة فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إلى آخر الآية الشريفة إذا استقرأنا جملة من الآيات الكريمة في القرآن الكريم نظرنا إليها بدقة نجد أن هذه الآيات تدعو الناس تدعو الإنسان لبناء المجتمع الإنساني على أسس يعني مش بناء المجتمع الإنساني بأي طريقة بناء المجتمع الإسلامي الإنساني على أسس هي الحق والعدالة وقيم الأخلاق وإن يكون هذا المجتمع مجتمع خالي من الجريمة والعدوان والممارسات الأخلاقية الشاذة هيك الإسلام هيك القرآن يريد من هذا المجتمع نريد أن نبني المجتمع بهذه الطريقة كما بناه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة هذه الحكومة العظيمة التي قام بها الرسول هذا المجتمع الإسلامي في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن صحابة النبي وزمن أهمة أهل البيت هذا المجتمع الذي كان يجسد كل قيم الأخلاق وكل القيم العظيمة في الإسلام هذا المجتمع القرآن عم يقول بدنا نبنيه على أسس منها العدل، الإحسان، إتاء المال لذي القربة النهي عن البغي، الوفاء بالعهود، اجتناب الطاغوت منهج التعامل مع الآية والفكرة الآية الثانية التي قرناها كانت تحكي عن أمر مهم جدا أن هؤلاء العباد يستمعون بشكل صحيح منهج التعامل مع الآيات، منهج التعامل مع الخطاب منهج التعامل مع الآخر، الاستماع إلى الآخر وهذا أمر جدا مهم والقرآن عطى نوعين من الأصول لبناء المجتمع أصول خلينا نسميها أصول إيجابية ما يعني أصول إيجابية؟ يعني عدل، إحسان، إنفاق بهذا الشكل ذكرت الآية وبالترتيب لأن الإسلام يريد صلاح المجتمع صلاح المجتمع بيكون بالعدل صلاح المجتمع بيكون بالإحسان يعني يكون هذا الإحسان موجود في المجتمع بأعلى درجاته طبعا إيتاء ذي القربة، ليش إيتاء ذي القربة؟ لأنه أعطاء المال لذوي القربة هو من أفراد الإحسان ولش الله سبحانه وتعالى خصهم بالذكر وعطاهم عناية خاصة؟ لأنه إصلاح المجتمع الصغير إذا صح التعبير هو الذي سيؤدي إلى إصلاح المجتمع الكبير يعني الإنسان مطلوب منه يشوف القربة ويساعد على إصلاحهم وعلى إعطائهم المال المطلوب منهم حتى يكون هذا المجتمع عيلته الصغيرة أقرباءه هني صالحين حتى يتمكن من إصلاح المجتمع ولذلك النبي عندما أمر ما أمر مباشرة بإصلاح كل المجتمع أمر بإصلاح العشيرة، بإصلاح الأقارب بإصلاح الناس القريبين إليه صلى الله عليه وآله وسلم في عنا أصول سلبية أصول سلبية يعني ما تفعل ما تقوم بهذا الأمر وهو النهي عن الفحشاء والمنكر والبغي سبع المفسرين بيقول الفحشاء يعني الذنوب الخفية المنكر هي الذنوب العلنية البغي هي كل تجاوز على حق الإنسان وظلم الآخرين وإلى آخره على كل هذه منسميها أصول ماذا؟ أصول سلبية ومن الأمور الأساسية التي طلبتها الآيات هو اجتناب الطاغوت شو الطاغوت؟ أصول الطغيام بالأساس هو التجاوز الاعتداء التجاوز الحد إذا صح التعبير يطلق على كل متعدي وعلى كل معبود من دون الله سبحانه وتعالى كالشيطان والحكام المتجبرين لذلك اجتناب الطاغوت اجتناب الطاغوت بالمعنى الواسع يعني الابتعاد عن كل أشكال الشرك وعبادة الأصنام وهوى النفس والشيطان وتجنب الانصياع والاستسلام للحكام المتجبرين الطغات ولذلك ورد في رواية عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه يعني الإمام الباقر قال أنتم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها لحظوا التعبير الآن ومن أطاع جبارا فقد عبده يعني إذن الطاغوت من أحد أبرز مصادق الطاغوت هو ماذا طاعت الحاكم الظالم المتجبر بل يجب القيام على هذا الحاكم بأي طريقة يعني بأي طريقة إذا ما قدرنا بالمقاومة فليكن بماذا باللسان فليكن امتناعنا بالقلب عن هذا الحاكم النقطة الأخيرة التي حابب أذكرها وهي الكلمة الحسنة القرآن ينهى عن الكلمة السيئة ينهى عن إطلاقها ينهى عن الاستماع إلى ينهى عن التأثر ينهى عن السكوت عليها وعدم ردة هذه الكلمة الحسنة بقابلها الكلمة ماذا السيئة فبشر عباد من النهو العباد الذين يستمعون القول فيتبعون ماذا أحسنه يعني هني ما بيكتفوا أن يسمعوا أي شيء إنما هؤلاء لهم خصائص وميزات خاصة من خلال قوة عقولهم وإدراكهم هم ليسوا أهل تعصب ولا أهل معاندي إنما أهل من يستمعون الكلام فيختارون ماذا الأحسن أن يبحثون عن الحقيقة وهم دائما متعطشون للحقيقة جعلنا الله في هذا الشهر نستفيد وإذا أردنا أن نحضر برنامج أو محاضرة أو فكرة خلينا ننتخب الشيء الذي يفيد في هذا الشهر بفيدنا اجتماعيا بفيدنا أخلاقيا بفيدنا تربويا خلينا نكون من الذين يستمعون القول ولكن يتبعون ماذا أحسن هذا القول ما بياخذوا القول بشكل عشوائي نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق لصيام هذا الشهر وأن يجعلنا الله من التالين لكتابه العزيز والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر